السلام عليكم الأخوات فيديو جديد اليوم الخميس كما ترون حالة الطقس غائمة ومرة مرة تنزل بعض الأمطار كما ترون الأرض سردة ودرجة الحرارة الآن 13 درجة والساعات 8 و 5 دقيقة أريد أن أشكر جميع الأصدقاء والصديقات الذين يتفعلوا مع الفيديو شكرا أريد أن نتقبل لا تشجيعاتكم ولا إنتقاداتكم مرحبا بالنسبة للإخوان الذين يشدوا الفيزا أخي كتب لي البارح بأنه يشد الفيزا البارح وأنه يحس فرحا مبروك عليك أخويا إن شاء الله العقبة للإخوان والأخوات الله يسهل على الجميع الله يسهل على الجميع بعض الأخوات يقول لك لماذا لا تجاوبنا في الإيميل الإيميل أخويا تتعوني كثيرا وتتعوني كثيرا وتتعوني كثيرا وتتعوني كثيرا لديكم أحد الإنتروفيو لكي يرونك لكي يشدك ما يشده أو لا لكي أدفع لك بحل المغرب لا يمكن أن يدفع لك لكي أدفع لك وأنه يحتاجك لكي لا يجب أن يدفع لك وأنه يدفع لك لكي أدفع لك لكي أدفع لك وأنه يتعاملوا معك بالنسبة لكي أحد الموضوع وهو أخوات قلت لك تتخوفوا بأن أولادهم يأتيون هنا ويقررهم الشدود الجنسي والهضراء الخاوية هذا يعمروا لكم رأسكم به هذا يعمروا لكم رأسكم به مطابعة الحال دري رامي تيصر 14 عام 15 عام سأقول لي أعرف ماذا يوجد كده خانت ممتاز أنه يدافع للأم كده من defאל والد 할 13 عام مع الصفل و قام بالشمش و قام بأخذ بها مع رأسك سماوة و قادة الغرض هذا الشراء لا يوجد ترجم لكم بالرأسك بشيء الناس سلبيين و أرادوا في أخرين و احد المصباح عنه في صباح عندما قالوا أن أولادي يتحلون إلى كندا و تعلموا الجنس وشهدوا أمراض أم لا يفهمت و اجتبال لأن الناس هنا سألتون تعريانين الناس سألتون تعريانين التحرش الجنسي لا يوجد تحرش الجنسي يجب أن يتبسل عليها أو تابعة من هنا أو تابعة من هنا لم يكن لديهم هذا الشيء هؤلاء الناس فاتوا في هذه المرحلة ولا يريد أن يتعرف على بنت يوجد طرق أخرين لا يوجد هذا الشيء باقي بداي نحن باقي لدينا التحرش الجنسي لأننا دماغنا مصخ تنصحبوش قاعد البلدان كلهم مصخين قلت لكم أنتم غير النتيجة أنك تخرج وقت ما خرجتي لا تلقاش دراري كيلعبوه في الزنقة لا تلقاش ذلك الصداع لا تلقاش دراري وقفين فرص الدرب أنا الجامعي اللقيت والله العظيم الجامعي اللقيت من 2009 ونهنا في كندا الجامعي اللقيت فرص الدرب وقفين دراري ليسا كني في ذلك الدرب والله ما عمري ما شفتهم ووقتهم عامر لا تلقاش لك لا تلقاش وقفون لا تلقاش الان لكها الجامعة ولا تلاقاشهم لا تلقاش الى النتوات إنهم تتكلم بسألة دورة يجب أن تشاهدون جراثي جراثي و لا أفهمت الدولارة موفرة لهم هنا و قضية التعليم الجنس في المدارس لا يوجد قلت لكم أن يصل 14 عام و لا تخاف عليه 14-15 عام و لا تخاف عليه حتى تتعلم الراسق ستعرف ذلك في المجتمع العربية ستعرف ذلك في المجتمع العربية الدري يكبرت في العينية هو أن يشاهد الدرارة تتحرش على البنات لا تريد أن تتحرش الجنسي و قلت للمجتمع الدري ستسنين أو خمس سنين يشاهد الدري ستبسلوا على الدريات و ترى سنعرف هذا الكلام هذا خاوي السلبيات و قلت لكم مرة إنسان سلبي لا يوجد معه إنسان سلبي و تفكر لا يوجد معه و قلت لكم هذه القضية و قلت لكم في بلدك في الشمش و قلت لكم خبت على التحرش الجنسي تحرش الجنسي هنا لا يوجد لا يوجد شفرارة في الزنقق لا يوجد أهان سلبي لا يوجد جميع لا يوجد جميع لماذا الناس يدعون القريج في البلدان لأنه لا يوجد اشتاق لا يوجد اشتاق لا يوجد اشتاق الناس يخرج مع امه و يخرج مع اخته و يسمع كلام السوء في الزنقق هنا لا تسمعه الدماغ يتنقى و يتغسل من هنا يتغسل دماغ اذا لم تتعلم احد يصحب والده و صافر اذا لم تتعلم احد يتعلم نحن نرى ان الناس لا يتغسل لا يحاول ان يتغسل بالغربال ماذا لا يوجد احد لديه لديه 15-16 عام صاحب هذا الولد لديه ملائكة يسمعه في الزنقق يشوف يوريه اصحابه يمشي التليفون الدباء يشوف الأفلام الاباحية و انتهت تقول لي او انتهت تقول لي لا تريد اتعلم و ابقيت ما في بلادك و ابقيت ما في بلادك و ابقيت ما في بلادك انا كنت قاصح بحالك لان لا تريد الناس سلبيين نحن للموضوع اخر الناس الذين لم تفهموا الفيديو بخصوص اعفاء المغاربة من الفيزا AVE Autorization de Voyage Electronic يعني اي واحد كان جهنق الكندا فيزا سياحية هذه عشر سنين يعني اذا كانت الفيزا ديك اذا كانت الفيزا ديك اذا كانت الفيزا ديك تحتاج لها و تحتاج الوراق لان اذا كانت الفيزا تحتاج لديهم و تحتاج لك بالنسبة للأخوان الذين يدخلون الولايات المتحدة الأمريكية السياحة في قل من عشر سنين يمكنهم أن يدخل البيبان و يدخل الكندا يفتح البيبان و يسهلون بشروط لأنهم لا يمكنهم أن يدخل البيبان و يسهلون بشروط يفتح البيبان و لكن يدخل الشروط المهم إذا كانت لديك الفيزا في 2023 و إذا كانت لديك الفيزا في 2013 في 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2021 و 22 و 23 أراك مقبول في آذير إذا كانت لديك الفيزا في 2012 في 2012 و 2011 و 2010 و التحت أراك مقبول نحن تفهمنا على هذه القادية يالله نخليكم على خير و إلى اللقاء فيديو آخر بحول الله السلام عليكم أراك مقبول